الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أحبة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قضايا سوريا بمنظور إسلامي كتب التاريخ أن زعماء المشركين اجتمعوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرضوا على عمه بعد أن اجتمعوا من أجل قتله وقتل دعوته واستئصالها عرضوا على عمه أن يترك هذا الدين أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم أتى العم إلى ابني أخ يقول له يا ابن أخي دع عنك هذه الدعوة والرسالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه ليرسخ لنا المبدأ والثبات على المبدأ والثبات على المبدأ سنتكلم حول هذا الأمر مع الداعية الإسلامية محمد محيددين حمادي الداعية الإسلامية وعض ربط العلماء السوريين أهلا ومرحبا بك بارك الله بك أهلا وسهلا بكم نعم يا سيد أستاذا الفاضل حبذا أن نبدأ بالمبادئ الأساسية التي يجب أن يثبت عليها الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبضل الصلاة وأتم التسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة السبات على المبدأ بداية هو صمة التربية في العهد المكي وأنت ذكرت هذا المشهد وهذه الصورة الطيبة التي كانت ثمرة من ثمارات هذا السبات الذي يمكن أن نسميه سباتا أسطوريا لكنه في حقيقته وسبات إيماني في العهد المكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وبدأ دعوته وحده وأخذ يدعو الأقربين وحده ومن هنا رجل ومن هنا شاب ومن هنا امرأة ثم بعد ذلك انطلقت الدعوة وبدأ يجهر بهذه الدعوة عندما وقف على جبل الصفة بدايته في هذه الدعوة وحده لم تجعله يهتز لم تجعله يرتعب لم تجعله يقول أنا وحدي في هذه الدعوة إنما كان معه ربه يهديه ثباته جاء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذين يثبتون على المبادئ هم الذين يمتلكون طاقة إيمانية حقيقية الذين يثبتون على المبادئ هم الذين يملكون إخلاصا لله عز وجل في توجههم وفي عملهم لا يبحثون عن ظهور ولا يبحثون عن دنيا ولا يبحثون عن طرق وصولية لأجل هذه الزخارف الفانية هؤلاء يثبتون على المبدأ فما هو المبدأ؟ كل ما جاء في هذا الدين هو من هذا المبدأ العقيدة هي أساس هذا المبدأ سمار هذه العقيدة هو من هذا المبدأ تقول أن كل ما أتى به هذا الدين هو المبدأ ولكن ألا يوجد هناك مبادئ قطعية؟ أموت دونها؟ هناك مبادئ يعني ربما قد لا تسمى مبادئ ربما تسمى مبادئ رقم اثنين يعني ممكن حسب الظروف مثل الثورة السورية الآن ما يجري فيها ممكن أن نتنازل من أجل فقه الأولويات ومآلات الأمور دعني أجيب عن الشقين ما يتعلق بالمبدأ وما يتعلق بمبدأ الثورة السورية المبدأ في الإسلام الكتاب هذا أمر لا تنازل عنه الكتاب ونعني به القرآن الكريم لا نستطيع أن نتنازل عن آية من كتاب الله ولا عن إجماع في معنى هذه الآية من كتاب الله عز وجل ولا نستطيع أن نتنازل عن مصدرية السنة النبوية المشرفة ولا نستطيع أن نتنازل عن ما أجمع عليه المسلمون ولا نستطيع أن نتنازل عن شيء معلوم من الدين بالضرورة هذه أشياء سابتة فنحن عندنا مصادر لتشريعنا الكتاب السنة الإجماع القياس هذه لا تنازل فيها أبدا يعني يأتي إنسان يقول لي أخي دعي الدين دعي القرآن دعي الإسلام نحن نريدها علمانية لا علاقة للإسلام بها أقول له أبدا أنا مسلم وهذه الجماهير مسلمة ولا ترضى بغير المرجعية الإسلامية بدلا وأصلا وطريقا ومآلا هذا أمر لا خلاف فيه كيف نسمي ما حدث في صلح الحديبية حينما محى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله لهي مبدأ أليست تونى السياسة الشرعية التي تعلق أيضا في مسألة الثورة في الأمر الأساسي في الثورة في صلح الحديبية رسول الله تنازل عن المبدأ رسول الله ع Св. لم يتنازل عن مبدأه أبدا من أجل مآلات الامور رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنازل هؤلاء لا يؤمنون به لا يؤمنون بنبوته واختلفوا على كتابة محمد أو محمد رسول الله هذا معاهد عليه محمد فكتب الكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يؤمنون به قال احذفها إذا كان سيترتب على هذا الأمر قتال نحذفها لكن لم يحذف في نفسه ولا في عقيدته ولا بين أصحابه هذا الكلام الذي قصت أنا لم أقصد أن النبي تنازل عن المبدأ والذي في ظاهره مبدأ رسول الله لذلك سيدنا علي رفض أن يمحوها قال أمحوها يا علي ورفض سيدنا علي وسجل التاريخ وسجل رواة التاريخ أن سيدنا علي ربما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حتى محاها رسول الله بنفسه سيدنا علي لم يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يعني توجس من أن يمحو كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال دلني عليها والنبي عليه الصلاة والسلام أمي فدلوه عليها فمحاها بيده كما قلت ولم يتنازل عن المبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية جعل المعاهدة بينهم عشر سنوات صلح يجري بين المسلمين والمشركي مدة عشر سنوات في هذه العشر سنوات انطلق في مبدأه يدعو إلى الله عز وجل لم يسلم لهم بأن مكة أرض شرك ولم يتنازل بأن المدينة صارت أرض شرك ولم يتنازل عن شيء من عقيدته أو دينه أو ثوابته عليه الصلاة والسلام القضية كلمة كتبت ورفضوها طيب ماشي لها فنحن هناك مساحة نستطيع أن نحاور فيها ونناور في دائرتها لكن هناك أشياء لا أستطيع أن نناور فيها أن يقول لي إنسان أنا أريد أن أضع كتاب الله جانبا في حياتي أبعده تماما عن حياتي أنا لا أستطيع الإسلام يتابع حركاتي وسكناتي من صرخة الوضع إلى أنة النزع من هذه إلى هذه ومعي لحظة بلحظة لكن هناك مسألة خلافية تحتمل وجها في هذا المذهب ووجها في هذا المذهب هذه المسألة فقهية خلافية بين أهل العلم أستطيع عندي مساحة للمناورة قال مذهب وقال الجمهور عندي مساحة للمناورة لكن أنا لم أخرج عن سوابت هذا الدين يعني لو أخذت بقول الشافعية في مسألة وخالفت قول الجمهور في مسألة فأنا لم أخرج عن الدين دعنا نحرر مكان هذا الكلام ومكان مسألة المبدأ لألا يضع معنا المشاهد المبدأ يوجد مثل صلح الحديبية هذا مثال مثال هذا يوجد مثيرة أخرى نستطيع أن نأتي بها لكن مسألة المبدأ ما هو المبدأ الذي أبدا لا يجزي أن أتنازل عنه ومتى ممكن أن أتنازل عنه من أجل لا يضيع المشاهد كل ما علم من الدين بالضرورة لا أستطيع أن أتنازل عنه لكن إذا وقفت في موقف يعني هناك ضرر وهناك ضرر أشد فهنا أنا أعمل من باب سد الزرائع أو من باب المقاصد الخمسة التي ذكرها الإمام الشاطبي يعني الإسلام أباح لي أن أتناول الميتة إذا كانت حياتي ستتعرض للخطر فالأكل لحم الميتة حرام والحفاظ وإذهاق روحي حرام لكن إذهاق روحي حرم أشد من حرمة أكل لحم الميتة أباح لي الإسلام أن أتناول الخمر بمقدار بمقدار ليس بمقدار أن أشرب حتى يعني أرتوي إنما بمقدار أن أشرب حتى أعيش وأحد الفرنسيين عندما طائرة فرنسية في ظنف السبعينات استضمت في إحدى قمم الجبال وانقطع من الطعام والشراب كل ما ترك من طعام الشراب انقطع عنه ثم بعد ذلك أخذ يأكل لحم الميتة لهؤلاء المسافرون الذين سقطوا أمواتا يقطع من لحمهم ويأكل بمقدار ما يعيش حتى جاءت فرق الإنقاذ فلما تكلم بهذا قال له واحد المسلمين أنت فعلت بما أفتى به القرآن الكريم في نصوصه الصريحة فدخل بالإسلام لما شعر بدقة الموازين والمعايير الإسلامية نستطيع أن نسقط هذه الحالة على حالة الثورة السورية الآن إن كان الفصائل يريدون أن يعلنوا الدولة الإسلامية نقول لهم عليها أو على حتى صلح الحديبية على مسألة رسول الله يعلنوا الدولة الإسلامية نقول لهم ستتكالب عليكم الأمم والدول كلها من أجل أن تحارب الإسلام لا تعالينوا الآن يعني امشوا بمنهج وبفكر الدولة الإسلامية بدون أن تعلنوا عنها ممكن أن نقيس هذا الأمر هذا الموضوع يعني القادة على الأرض السياسيون والعسكريون هم الذين يقدرون هذا لكن أنا أريد أن أشير إلى شيء أعداؤنا ليسوا بحاجة إلى أن نستفزهم حتى يحاربوا إسلامنا منذ أن سقطت الخلافة قبل مائة عام قرر أعداء هذه الأمة أن لا يسمحوا بإقامة أي تجمع إسلامي قوي يمكن أن يكون نواة لعودة قوة المسلمين وقرروا أن يجعلوا في بلاد المسلمين من يخضع أو من يعمل بالصراحة معهم إما أن يخضع تحت الضغوط أو أن يعمل فيعني لكن مع ذلك أنا معك في هذا ألا نترك لهم المبررات والمسوغات لضربنا نحن قلنا وقال كثير من الدعاة والعاملين في حقل الدعوة نحن نأخذ لا مشكلة لدينا في أن نقول بدولة مدنية لكن بمرجعية إسلامية بمرجعية يعني تضبط هذه الدولة المدنية والإسلام مدني بطبع يعني أنت لست بحاجة إلى أن تقول أنا أريد دولة إسلامية وإذا لم تقول هذا لست مطبقا للشريعة الإسلامية الإسلام يعيش معنا في كل جزيات الحياة لكن صدقني بس سامحني عن هذه الفكرة صدقني حتى هذا لا يرضاه الحاقدون كيف مرجعية إسلامية هل هناك مرجعية ويبدأون يشككون في الإسلام لأننا نخرج عن الموضوع نرجع إلى مسألة الثبات على المبدأ ممكن أن نعطي المشاهدين بعض النماذج التي تبين ثبات الأنبياء ثبات الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الثبات على المبدأ أبدأ من المثال الذي انطلقت منه سيدي المشركون حاولوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لاستئصال هذه الدعوة في البداية حاولوا أن يستأصلوا الدعوة من جزورها ألا يبقى في هذه الدعوة شيء فيه روح فلما عجزوا طبعا مارسوا التعذيب ومارسوا التشويه ومارسوا الاستهزاء ومارسوا ساحر ومجنون وإلى غير ذلك ووضعوا سل الجزور على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صامد ويأتي سيدنا أبو وكر ويرفع سل الجزور ويقولوا أتغتلون رجلا أن يقول ربي الله بعد ذلك لما عجزوا عن استئصال الدعوة بدأوا في المرحلة الثانية وهي مرحلة التنازلات وهذا أخطر ما يعيشه المسلمون اليوم يعني لم يستطيعوا أن يستأصلوا السورة السورية يبدأون بقى بمرحلة التنازل نعطيكم وتعطونا فقال هذا الكلام الذي ابتدأت واستهللت به هذه الحلقة والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه طبعا في البداية قالوا أيها الرجل إن كان بك حاجة جمعنا لك من الأموال ما تصبح به أغنى الرجال فينا إن كانت بك باء اخترنا لك من النساء أجمل النساء حتى تكون يعني حتى نزوجك عشرا إن أردت إن كانت حاجتك في الملك جعلناك ملكا علينا إن كانت مشكلتك في الشرف جعلناك سيدا لا نقضي أمرا دونك فقال هذا الكلام قد يقول قائل الآن طيب لو رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بالتنازل ماذا كان سيجري الحقيقة ماذا كان سيجري لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالتنازل بعد الفاصل أحبة المشاهدين نتابع هذه الحلقة فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مجددا أحبة المشاهدين في مسألة الثبات على المبدأ كنت قد وقفت مع الداعي الإسلامي محمد حمادي أهلا وسهلا بك بارك الله حول ماذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بعروض المشركين صلوات الله وسلامه عليه لو أنه رضي بعروض المشركين لن دسرت الدعوة ولم تظهر ولم تعلو للإسلام راية ولم نرى ما نراه ولم نشاهد ما شاهدناه في تاريخنا من عزة فثبت على مبدأه صلى الله عليه وسلم هذا مثال المشركون قالوا له أمهلنا سنة سنة واحدة نفكر ونستشير آلهاته ثم نسلم هم يريدون أن يميعوا القضايا كما يفعل الغرب الآن في سورتنا السورية هم يريدون تعويم الدعوة هم يريدون أن يكونوا شركاء في هذه الدعوة حتى يعطوا لآلهتهم ما تريد ولله عز وجل في زعمهم ما يريد وللنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هذه دعوة مفصلية هؤلاء مشركون ونحن موحدون هذا منهج هذه رسالة من السماء متكاملة لا يمكن أن نتنازل فيها عن قيد أنمولة دعني أقتبس من كلامك هذا سؤالا عن مسألة يريدون أن يميعوا طيب مسألة المتغيرات والثوابت كيف كيف أستطيع أن أميز كيف يميز الناس بين مسألة الثوابت والمتغيرات ممكن أن تتغير هذه المبادئ والثوابت أم خلاص الثوابت الإسلامية لا ليس الثوابت الإسلامية المبدأ أحيانا قد يكون المبدأ لا يستند إلى كتاب أو إلى سنة لكن يستند إلى أصول الكتاب والسنة إلى أصول نعم السوابت في الإسلام عندنا سابت ومتغير لكن حتى المتغير هو يعني يستند إلى ثابت فنحن لا نستأصله يعني مثلا عندنا في الإسلام العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا العرف مصدر من المصادر الشرعية بعد المصادر الأصلية المجمع عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهذا العرف عندما يتغير العرف يتغير العرف تتغير الأحكام بتغير هذا العرف فهذا ممكن في عندنا ليونة عندنا مساحة تغيرت أعراف الناس تغيرت ثقافتهم في التعامل مع شيء ما فعندنا مساحة في هذا الأمر لكن عندنا الزنا حرام هل نستطيع أن نقول والله مع تغير ثقافة الناس وصار عند الغرب الزنا أمر مباح يصبح في الإسلام لا عندما يكون هناك نص صريح واضح لا نستطيع أن نخرج ونجعل من الزنا حلالا ومن الزواج المثلي حلالا عندنا ثوابت ونحن ثابتون عليها وكل قوتهم ويعني إمكانياتهم التي حشدوها في هذا العالم لتغير ثقافتنا ستنهار تلك القوة أمام ثابتنا على مبادئنا وهم يعلمون هذا طيب مسألت الثورة السورية المباركة ما هي المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن نتنازل عنها في الثورة السورية تعتبرها أنت أساسية والله يا أخي أعتبرها ويعتبرها كل سوري وتعتبرها أنت ويعتبرها المشاهد هناك لدينا مجلس هو مرجعيتنا الإسلامية في سوريا المجلس الإسلامي السوري الذي عندما تأسس ضم أكثر من أربعين فصيلا سواء من الفصائل يعني فصيلا إسلاميا أقصد هيئة شرعية إسلامية سواء مما يعمل خارج سوريا أو يعمل داخل سوريا يتبع الفصائل أقصد يعني يضم مثلا رابطة العلماء السوريين ورابطة علماء الشام مؤسسة زيد بن سابت هيئة الشام الإسلامية وأيضا الهيئات الشرعية التي تتبع الفصائل جيش الإسلام وكذا هذا المجلس أعلن وطبعا هؤلاء ممثلون على الأرض وفي كل أنحاء الأرض ممثلون على السوريين تريد أن تقول أنك تعتبر من مبادئ الثورة السورية المباركة أن يكون لهم مرجعية دينية جرعية نحن لدينا مرجعية إسلامية في سوريا يمثلها المجلس الإسلامي السوري هذا المجلس بهذه الفصائل بهؤلاء الممثلين الذين دائما يدخل فيهم أصناف جديدة وفصائل جديدة يدخلون في هذا المجلس اعتمد وسيقة السور السوري يعني أنا أتكلم عن أكثر من أربعين هيئة شرعية وكان بينهم عسكريون ووافقهم الجميع الوسيقة من المبادئ الخمسة أولا إسقاط بشار الأسد هذا مجرم قاتل سباح دماء شعبه فعل في سوريا ما لم يفعله استعمار بل ما لم يفعله جنكيز خان ولا هولاكو ولا الصليبيون حتى فعله ما لم يفعله العدو البعيد وهو ينتمي إلى الشعب ويقول أنا واحد من أفراد هذا الشعب لابد بالإزاحة الأجهزة التي مارس من خلالها القتل فينا الأجهزة الأمنية والعسكرية هذه الأجهزة ينبغي أن تفكك ليس عدون بشار الأسد فقط كل من حمل السلاح كل من أزاقنا الموت بسكينه بدبابته ببارودته ببندقية بكل وسائل السلاح هذا الذي يركب الطائرة ويقذفنا في دارية وفي حمص وفي حما وفي الغوطة بالبراميل هذا عدونا هذا بشار أسد ثاني عندنا بشار أسد ثالث ورابع وخامس وربما ما هي المبادئ الأخرى أول مبدأ قلت عنه الذي فهمته منك أنك تعتبر مبادئ الثورة السورية هي التي طرحها المجلس الإسلامي السوري نعم وسيقة المبادئ الخمسة وأولها إسقاط بشار الأسد ومحاكمته الثاني تفكيك الأجهزة الأمنية ثالثا طرد كل الجيوش والميليشيات والعصابات الأجنبية التي دنست أرض سوريا الشام حزب اللات عصائب الباطل الحرس ما يسمى بالحرس السوري الإيراني ما يسمى بفيلق القدس الذي أضل البوصلة وذهب إلى دمشق بدل أن يذهب إلى القدس ويبدو أن أسياده في تل أبيب هم الذين يوجهون بوصلة بل هذا ما نجزم به قطعة كل هذه حتى القوات الروسية حتى القوات الإيرانية الأفغانية الشيعية والباكستانية الشيعية وأيضا يعني كل من وصل إلى أرض الشام ودنس أرض الشام سوريا الشام من نصيب إلى اليعربية على حدود العراق ومن حدود التركية شمال سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط كل من هو أجنبي عن هذه الأرض عليه أن يغادر بلا استثناء انتبهنا؟ فهذا المبدأ الثالث المبدأ الرابع الإصرار على وحدة الأراضي السورية نحن لا نتكلم عن دمشق باستثناء حلب ولا نتناول حماة بعيدا عن إدلب ولا اللاذقية بعيدا عن الحسكة هذه الأراضي بالحدود التي ذكرتها لك كلها نصر على أنها أرض واحدة نحافظ على وحدتها ووحدة أهلها ولا نقصي من أهلها أحدا سواء كان كرديا أو كان غير مسلم أو كان تركومانيا يعني مسلما أو غير مسلم كلهم يعني العرب إذا كانوا الأكسرية فلا إقصاء إذا كنا نرفض وصاية أو إقصاء الأكسرية بالأقلية فأيضا من باب أولى نحن نرفض إقصاء الأقلية بالأكسرية أخيرا نحن نرفض المحاصصة يعني والله تأتي أمريكا تقول نحن نخشى على الطائفة النصيرية فنعطيها أربعين بالمئة من مجلس الشعب أو نعطيها من الأجهزة الأمنية هذا استعمار جديد وتشكيل لبشار الأسد بطريقة جديدة وهذا ضحك علينا وكل الضغوط إن شاء الله تعالى لم تنفع يعني وكل الطابور الخامس لن يجدي سبيلا بعون الله عز وجل وهذا الشعب يعني قدم من التضحيات ما أذهل العدو والقريب والبعيد على حدين سوا كأنني أتلمس في نهاية هذا اللقاء تساؤلات في أذهان المشاهدين حينما نتكلم عن مسألة التمسك بالمبدأ سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه حينما عذب من أجل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن الذي يسب الحبيب صلى الله عليه وسلم حده القتل كما أشار إلى ذلك أكثر الفقهاء فنقول فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبع السلام قال كيف تجد قلبك وإن عادوا فعد فعد مسألة حينما يكون في السجون حينما يكون تحت البعض يقول أن تنظيم الدولة الإسلامية يمارس أم مثل هذا هل هذا يتعلق مسألة المبدأ هذا أمر أمر دين حينما يغير رأيه يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار وإن عادوا فعد يعني هي مساحة من المناورة حتى يخفف التعذيب عن نفسه ولم يتنازل عن الإسلام ولم يتنازل عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتنازل عن أن هذا النبي هو رسول وحي به من عند الله هو تحت التعذيب الجسدي المحدود الذي له حدود في تلقي الصدمات والضربات استطاع تكلم بهذه الكلمة فأوقف العذاب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وإن عادوا فعد لكن هو لم يتنازل لا عن دينه ولا عن ثوابته هذا أمر يعني أنا أريد أن أقول بعض الناس اليوم يتحدث بل كان يتحدث عن الحلول التي تفرضها أمريكا أو تأتي من جهات مشبوهة ومصدرها تلأبي يتحدث والثورة في قوتها وفي تقدمها والآن هؤلاء الطابور الخامس يتحدثون نحن نقدر الأمور بقدرها وفي وقتها هذا الأمر يقدره العسكر أنا لم أجد عسكريا يصرخ الآن أنا لم أجد قائدا في الداخل يصرخ لا من داعش الذين هم صنيعة بشار وتلأبيب وطهران ولا من روسيا يعني ارتبكوا في بداية التدخل الروسي لكن الآن ما شاء الله يتقدمون بالأمس أو قبل فترة يعني سقطت أو تحررت العيس قرية العيس برغم الغطاء الجوي الروسي بالأسلحة المدمرة فيا أخي إذا كان صاحب صاحب المنطق صاحب القتال الذي يجلس في الخندق في البرد الشديد لم يصرخ أنا أو حاشاني أو أنت حاشانة أو هذا الذي يجلس في بلد بعيد وخلف يعني الكمبيوتر أو خلف النت ويصرخ يقول يا أخي لم نعد نحتمل أدخل إلى الخنادق ثم قرر من الذي يصرخ هذا أمر يقرره أصحاب الشأن وليس المنظرون في كل شيء في مسألة المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك الكلام شيق معك الداعي الإسلامي محمد محيددين حمادة بارك الله بكم عضو ربط العلماء السوريين إن شاء الله لنا جولات وجولات إن شاء الله هذا شرف لنا بارك الله بك يا سيد أحبتي المشاهدين داهمنا الوقت ولكن قبل أن أودعكم أحب أن أذكركم بعمر المختار سيدنا عمر المختار بعد أن أتى الطليان من الإيطاليين إلى ليبيا وأمسكوا به سأله الضابط الإيطالي قال يا عمر أكتب فقط بعد أدة تحقيقات قال أكتب للمجاهدين أن يتوقفوا عن القتال أكتب لهم ولا نقتلك ماذا أجابه عمر المختار أجابه بجملة واحدة تدل على الثبات على المبدأ قال له إن السبابة التي تعودت في كل يوم أن ترتفع خمس مرات بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكتب باطلا ثبات على المبدأ أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيان الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر كنت ما فيه غصة بحبكير ندحك ما بنلبس يا أبنى جديدي حلق فقط تكرتمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة